اشتركوا في القناة اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وآليات زيادة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وكان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر إلى أمير دولة قطر هذا نصها صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ورعاه أمير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ونحن نختتم زيارتنا الرسمية إلى بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة أن نعرب لسموكم عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا الكبيرين لسموكم وحكومتكم الموقرة على ما حظينا به من حسن استقبال وكرم الوفادة رسميا وشعبيا إن احتفاءكم ووفادتكم كانت مميزتين كتميز علاقة بلدينا وتعكس المكانة الرفيعة لكل منا لدى الآخر على الصعيد الرسمي والشخصي وهذا ليس بغريب على قادة وشعب بلد شقيق عزيز لدينا كدولة قطر وقلنا ثقة بأن هذه الزيارة ستكون انطلاقة للتعاون بين بلدينا والسمو به نحو آفاق أكثر رحابة من التنسيق والتشاور على المستويين الثنائي الخليجي والعربي متمنين لسموكم دوام الرخاء والازدهار لمواصلة مسيرة البناء والتطور في بلدكم الشقيق ويطيب لنا في هذا المقام أن نسجل أعجابنا للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر تنمويا وعمرانيا بفضل قيادتكم الرشيدة متمنين لبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرفع والتطور في ظل قيادتكم الحكيمة وتفضلوا سموكم بقبول فائق الشكر والتقدير ودمتم بحفظ الله سالمين خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر إلى صاحب السمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هذا نصها صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر دولة قطر الشقيقة أن نرفع لسموكم بالغ التقدير ووافر الشكر وأطيب التحايا على ما قمرتمون به سموكم من استقبال وحفاوة مميزتين عكست المحبة والمودة والترابط بين بلدين وشعبين الشقيقين الذي يستمد قوته واستمراريته من الأواصر المجتمعة التي تجمع البحرين وقطر على مختلف الأصعدة ونحيي فيكم يا صاحب السمو هذا التقدير والاحتفاء والكرم وهو ليس بغريب على سموكم وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن بالغ إعجابنا للطفرة التنموية الهائلة التي حققتها دولة قطر في عهدكم الميمون واستمرت بوتيرة متسارعة ومندفعة في العهد الزاهر لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظكم الله ورعاكم ودمتم بعون الله سالمين خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر إلى سمو الممثل الشخصي لأمير دولة قطر هذا نصها سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني حفظه الله الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما وجدناه منكم من حفاوة استقبال واحتفاء جاء ليعكس الصورة الجميلة لطبيعة وخصوصية العلاقات البحرينية القطرية وما تشهده من نمو وتطور في سائر المجالات إن هذه الزيارة جاءت لتضيف لبنة أخرى للبناء الراسخ للعلاقات التي تربط بين بلدين الشقيقين فضلا عن إسهاماتها في تطوير آفاق التعاون والتنسيق حيال مختلف القضايا كما ويسرنا أن نعرب لكم عن تقديرنا لإسهامكم البالغ في الدفع بعلاقات بلدينا نحو مستويات أكثر تقدما وازدهارا وتقبلوا فائق التحية والاحترام خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فرقية شكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر هذا نصها صاحب السمو الأخ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نعرب لمعاليكم عن بالغ شكرنا وتقديرنا على ما وجدناه منكم من كرم ضيافة وحسن وفادة وحرارة استقبال وحفاوة عكست حميمية العلاقة التي تربط بين بلدينا ورسوخها ونحن إذ يسرنا أن نعرب لكم عن الاعتزاز بما وجدناه منكم من رغبة أكيدة لترقية مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا بما يحقق المصالح المشتركة لنؤكد لكم الحرص على الاستمرار في التنسيق الذي يدفع عرى التعاون الثنائي بين بلدينا ويرتقي بها وتقبلوا فائق التحية والاحترام خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين هذا وقد عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد زيارة رسمية قام بها سموه إلى دولة قطر الشقيقة رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال